أنا لا أريد أن أحدثكم عن منظومة عقائد أهل البيت فقد فصلت القول فيها في مجموعة حلقات أعرف إمامك إذا كنتم حريصين على معرفة عقائد العترة الطاهرة فعودوا إلى تلك المجموعة إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك والزهراء أقول لكم وحق الزهراء ستخسرون كثيرا إذا لم تعودوا إلى تلك الحلقات تلك الحلقات ليست موجودة في كتاب ولم يتحدث بها متحدث منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى اليوم وعودوا إليها وانظروا بأنفسكم وحكموا بعد ذلك لم يتحدث أحد بعقائد العترة الطاهرة مثلما بينت ذلك في مجموعة تلك الحلقات عودوا بأنفسكم وتأكدوا من ذلك قد أكون صادقا فيما أقول وربما قد أكون كاذبا أنتم تفحصوا ذلك لأنني أقول لكم إن عقائدكم التي أنتم عليها ما هي بعقائد العترة الطاهرة إنها مجموعة عقائد ضمن منظومة مسخ أتريدون أن أعرفكم بأئمتكم من أين أخذنا ديننا هذا الكلام أقوله عن علم عن دراية هذا الكلام أقوله بعد بحث وتحقيق لأكثر من أربعين عاما أئمتنا الحقيقيون بعض المراجع يعرفون هذا لكن أكثرهم حمير لا يعرفون هذه الحقيقة بعضهم يعرف الذين أسسوا للحوزة ولا زالوا يؤسسون فإنهم يأخذون دروسهم من تلك المصادر لكن المراجع الذين يقلدون المراجع أكثر المراجع يقلدون أساتذتهم في كل شيء المراجع الذين يقلدون المراجع الذين سبقهم هؤلاء حمير لا يفقهون شيئاً الموجودون الآن هؤلاء لا يفقهون شيئاً المراجع المؤسسون وعددهم قليل عبر التأريخ المراجع المؤسسون أولئك يعرفون هذه الحقائق لأنهم يأتون بالمعلومات من تلك المصادر أئمتنا أئمتنا الحقيقيون هذا الدين الذي عندكم ستكذبونني لكنني أقول لكم ستعرفون الحقيقة بعد موتكم فلماذا لا تتأكدون من كلامي هذا قبل أن تموتوا وحينئذ ستندمون ولا تحين مندم أئمتنا الذين أخذنا منهم ديننا هذا الدين الذي عند الشيعة هذا ما هو بديني علي وأهل علي مطلقاً مطلقاً هذا الدين دين الأئمة الأبرار صلوات الله عليهم إنهم أئمتنا منهم محمد ابن إدريس الشفعي إمام الشوافع المتوفى سنة ميتين وأربعة للهجرة هذا أول إمام من أئمتنا هذه المطالب أنا أثبتها بالأدلة والوثائق وسأثبتها أيضاً في قادم الأيام سأعود إليها ولكن في السنوات الماضية تحدثت عن هذه المطالب بكثرة وبالوثائق والحقائق أول إمام من أئمتنا محمد ابن إدريس الشفعي المتوفى سنة ميتين وأربعة للهجرة كان معاصراً لإمامنا الكاظمي وإمامنا الرضا متى استشهد إمامنا الرضا ميتين وثلاثة متى توفي الشفعي ميتين وأربعة إمامنا الرضا استشهد ميتين وثلاثة للهجرة محمد ابن إدريس الشفعي متى توفي في مصر توفي في مصر سنة ميتين وأربعة للهجرة في البداية كان في اليمن ثم انتقل إلى العراق ومن العراقي ذهب إلى مصر ومات في مصر سنة ميتين وأربعة للهجرة هذا الإمام الأول من أئمتنا الإمام الثاني محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة ثقافتنا ثقافة طبرية على مستوى التأريخ وعلى مستوى التفسير أكثر المعلومات الموجودة في ذهن عامة الشيعة عن تفسير القرآن مصدرها الطبري لماذا لأن طوسي نقل تفسير الطبري بكل تفاصيله في تفسيره التبيان والشيعة منذ وفاة الطوسي سنة أربعمية وستين للهجرة يتصورون أن تفسير التبيان هو تفسير شيعي وفقا لمذاق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لمذاق الأئمة الحقيقيين هو وفقا لمذاق الأئمة ولكن لمذاق أئمة الطوسي أئمته الشافعي وطبري فأكثر الثقافة التفسيرية في الذهن الشيعي بشكل عام هي ثقافة طبرية وقراءتنا للتأريخ قراءة طبرية نحن لا نقرأ التأريخ بموازين الأئمة موازين الأئمة في قراءة التأريخ أين نجدها نجدها في كتاب سليم بن قيس وفي تفسير الإمام الحسن العسكري هذان الكتابان اللذان ترفضهما حوزة النجا وتعتمد في قراءة التأريخ على منهجية الطبر فإمامنا الأول محمد بن إدريس الشافعي هذا الكلام أنا لا أقوله جزافا أنا لست محللا سياسيا أنا غائص في أعماق الثقافة الشعيهة والسنية إلى أبعد أغوارها ومنطقي وبرامجي وبياني وحقائقي ووثائقي التي أضعها بين أيديكم وأنا وأنا ما وضعت شيئا كثيرا من الذي أعرفه ولكن مع ذلك فكل هذا يثبت ما أدعيه الآن وما أدعيته سابقا من أن الأئمة الحقيقيين لديننا هذا هؤلاء وهؤلاء هم أئمة مراجع الشيعة ومراجع الشيعة نواب في الحقيقة لهؤلاء وليس نوابا لصاحب الزوان وهذا الهراء العقائدي من هنا جاءنا إمامنا الأول محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة ميتين وأربعة للهجرة إمامنا الثاني محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير صاحب التأريخ المتوفى سنة ثلاثمية وعشرة محمد ابن جرير الطبري ما هو مذهبه هناك من يقول إنه شافعي المذهب فهو جاء بعد الشافعي الشافعي توفي سنة ميتين وأربعة وهذا توفي سنة ثلاثمية وعشرة وهناك من يقول من أنه هو صاحب مذهب خاص به حتى على هذا القول إذا أردنا أن ندقق في آرائه فهو أقرب ما يكون إلى الشافعي طريقته شافعية منهجه شافعي حتى إذا كان له منهج خاص به فمنهجه قريب جدا من منهج الشافعي إن كان ذلك على مستوى التفسير أو كان ذلك على مستوى الفقه أو كان ذلك على مستوى الرؤية العقائدية في قراءة التأريخ الإمام الثالث وهو إمام الأئمة عندنا ربما ما سمعتم به يخفون اسمه هذا هو إمام الأئمة عندنا وعقيدة التوحيد الموجودة في كتب الحوزة مأخوذة منه بشكل مباشر إنه محمد ابن علي البصري المعتزلي المعروف في كتب التأريخ بأبو الحسين البصري أبو الحسين البصري هو محمد ابن علي المعتزلي البصري أساسا من البصرة ولكنه انتقل إلى بغداد وعاش في بغداد إلى أن مات توفي سنة 436 للهجرة كان معاصرا لمرجعية المفيد ومرجعية المرتضى ومعاصرا للطوسي المفيد تأثر به وأخذ منه المرتضى تأثر به ولكن الطوسية أخذ منه كثيرا وكل عقائدنا أخذت من أبو الحسين البصري هذا هذا إمام أئمتنا وهذا لو سألنا عن هل هو شافعي البعض يقول من أنه شافعي والبعض يقول له مذهبه الخاص ولكن حتى إذا قلنا بالقول الثاني من أن أبو الحسين البصري المعتزلي له مذهب خاص به هو أقرب ما يكون إلى الشافعي ولذا أثر في الشوافع كثيرا فإمامنا الذي يأتي بعده وهو أبو حامد الغزالي تأثر كثيرا بأبو الحسين البصري وأخذ منه وعلم الأصول عند أبي حامد الغزالي أصولها إذا دققنا فيها وحققنا تأتي من هناك تأتي من أبي الحسين البصري هذا هو إمامنا الرابع أبو حامد الغزالي علم الأصول عندنا مأخوذ من كتبه وهو أساسا أخذ من أبي الحسين البصري المعتزلي أبو حامد الغزالي توفي سنة خمسمية وخمسة للهجرة كان معاصرا للطوسي أيضا وهو من نفس البلاد التي جاء منها الطوسي أبو حامد الغزالي جاء من طوس إلى بغداد والشيخ الطوسي أيضا جاء من طوس إلى بغداد أبو حامد الغزالي كان شافعيا وهو من أئمة الشوافع ودرس في طوس عند الشوافع والطوسي كذلك طوسينا الذي يقال له شيخ الطائف درس عند الشوافع في طوس وجاء إلى بغداد وأكمل دراسته عند الشوافع في بغداد إمامنا الخامس هو الفخر الرازي محمد ابن عمر فخر الدين الرازي الشافعي من كبار أئمة الشوافع وقد أخذ أصوله أصوله في علم الكلام وفي أصول الفقه أخذها من أبي الحسين لذلك قلت لكم هذا إمام أئمتنا من أبي الحسين المعتزلي البصري فالفخر الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول وهو من مصادر مراجع النجف وكربلاء في علم أصول الفقه أخذ أصوله من أبي الحسين المعتزلي البصري وإمامنا السادس الفخر الرازي توفي سنة ستمية وأربعة للهجرة إمامنا السادس محيد دين ابن عربي الصوفي المعروف والذي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة كان معاصرا للفخر الرازي ابن عربي هناك من يقول من أنه شافعيون وهناك من يقول من أنه على مذهب خاص به على القول الأول فهو شافعي وعلى القول الثاني فإن ابن عربي في فقهه وفتاواه أقرب ما يكون إلى الشافعي هذا الكلام الذي أقوله لكم أنتم تسمعونه مني في ثوان في دقائق لكنه خلاصة لأكثر من أربعين سنة هؤلاء هم أئمتنا الحقيقيون ثم أضاف إلينا محمد باقر الصدر في الخمسينات وما بعدها إمامين جديدين حسن البناء وسيد قط هذان الإمامان أضيف في خمسينات القرن العشرين وما بعدهما أضافهما إلينا محمد باقر الصدر وهو تلبس وتقمص فكرهما بشكل كامل ثم تقيأ به علينا صدقوني يا أيها الشيعة هؤلاء أئمتنا ألا تلاحظون وأنا أقارن بين حديث المراجع وبين حديث العترة الطاهرة هناك فارق كبير بين الاثنين لماذا لأن دين العترة شيء ودين مراجع النجف شيء آخر مراجع النجف هؤلاء أئمته هؤلاء أئمة مراجع النجف صدقوني ديننا الذي عندنا الذي يتحدث به الوائلي على المنبى هذا الدين الذي تعلمته الشيعة من الوائلي وأنا واحد منهم أنا واحد من الشيعة تعلمت الدين من الوائلي الدين الذي يطرحه الوائلي على المنبى والذين يتابعونه من الخطباء الدين الذي يطرحه الآن عبر الفضائيات الدين الذي تأخذونه من السيستان ومن بقية المراجع الدين الذي تدرسونه في الحوزة يا أيها الحوزويون والدين الذي في الكتب التي هي في المكتبة الشيعية حتى قبل الطوس منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا مصادره الأصلية هؤلاء الطوس أخذ من الذين سبقوه أو عاصره أخذ من الشافعي يقينا أخذ من الشافعي وأخذ من أبي الحسين البصري يقينا أخذ منه أما الغزال في الحقيقة لا أستطيع أن أقطع من أن الطوسية قد تأثر بالغزال كان معاصرا له وربما أخذ منه لا أملك دليلا على ذلك لكنه قطعا أخذ من الشافعي كثيرا وأخذ من المعتزلة كثيرا وكثيرا جدا ومن أبرزهم من أبرزهم أبو الحسين البصري والرماني والرماني أخذ من المعتزلة كثيرا والذين جاءوا من بعده أخذوا من بقية الأئمة الذين أشرت إليهم الغزالي والفخر الرازي والذين مالوا إلى العرفان والتصوف أخذوا من محي الدين ابن عربي وحينما أدخلوا فكره الصوفية إلى أجواء الحوزة الطوسية التي تأثر علم الأصول وعلم الكلام بكثير من أفكار محي الدين ابن عربي هذه الحقائق تحدثت عنها سابقا وجئت بالكتب والمصادر أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في وقت ضيق محدود الذي جرني للحديث عن هذه المسألة ولم يكن في بالي أن أتحدث عنها بهذا التفصيل إنما أردت الإشارة إليها لكنني وجدت نفسي مضطرا لأجل أن أوضح لكم من هم أئمتكم الحقيقيون الذين هذا الدين الذي بين أيديكم هو منهم هؤلاء أئمتنا أما أمير المؤمنين وفاطمة والمجتبى وسيد الشهداء والسجاد وأولاد السجاد من الباقر إلى القائم فهذه أسماء نخليها للبركة للبركة ما هؤلاء أئمتنا هذه أسماء للبركة نكتبهم على حرس على علم نعلق على باب بيوتنا نطبخ لهم آش من طيح الله حظ الشيعة نسوي لهم تم نقيم من أم وداكم أم وداكم لا والله أم ودانا وأنا وياكم نطهح الله عظم على الدين هذا الأخبر نترك محمدا وأهل محمد ونركض وراء السرابيت نأخذ ديننا منهم وبعدها نجي نجذب على محمد وآل محمد ونقول هذا هو دينهم ومن يجي واحد مثلي ويقول لكم هذا عمري خلصت أبحث وأحقق وهذه الحقائق وهذه الوثائق تقول لهم أنت ماسوني أنت ماسوني وأنت عميل ما أم طايا حظ ما واقع أغباء نذهب إلى فاصل موسيقى